بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لبانا مشوح ومحافظ طرطوس اختتمت فعاليات ملتقى النحت السوري الأول على الحجر والذي أقيم بمنتجع جوناد السياحي على شاطئ مدينة طرطوس هذا الملتقى يشارك فيها نخبة من النحاتين السوريين بأعمار مختلفة وأساليب مختلفة والبيئة البحرية والجمالية أطفت عليه طبعا آخر الواقع أن ما رأيناه اليوم من أعمال فردية أو أعمال جماعية جمعت في جدار واحد في لوحة متكاملة تكاد تكون تعبر عن أمر مهم جدا على الإنسان السوري أن يعيه تماما أنه مبدع وأن أرضه خصبة وأنها ولادة للمفكرين والمبدعين لوحات جدارية وقطع منحوطة بأياد محترفة شكلها 15 نحاتا ونحاتا من مختلف المحافظات عمل فني ريلياف عميق هلأ أنا شاركت لأنه فعلا هذا الفن أنا بحبه وبشجع كتير عليه حبينا نشتغل هذه الجدارية بتعبن عن البيئة اللي نحن فيها يعني إذا بتلاحظ كل فنان مشتغل عناصر من البحر من طبيعة الساحل وكل فنان نشتغل على موضوع هو بأسلوبه الخاص تجربة حلوة جديدة ممتعة مع الأصدقاء اللي نحن لتقينا هون تقريبا 15 نحات من كل سوريا لتقينا لنعمل هذا الجمال يمثل الملتقى بما يحمله من إبداع فني حدثا ثقافيا مميزا يطفي قيمة جمالية وسياحية لشاطئ مدينة ترطوس محمد حسن الإخبارية السورية ترطوس ترجمة نانسي قنقر